بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم رح نشرح مادة الصوت هذا الكتاب يتدرس مرحلة ثانية كلية التربية يتدرس مرحلة ثانية كلية العداب قسم اللغة الإنجليزية أيضا ويتدرس مرحلة أولى بكلية التربية الأساسية في بعض الجامعات طبعا بس أغلب الجامعات كلية التربية الأساسية تدرس مرحلة أولى فخليكم ويانا بالبداية هنا عدنا تعريف الفريقاتيفس فريقاتيفس هي عن أصوات الاحتكاكية are consonant with characteristic هي أصوات مع الميزة that escapes through the narrow passage وهي الأصوات التي تملك ميزة أن الهواء يخرج من خلال مجرى ضيق and makes hissing sound ويخلي صوت أزيزي صوت أزيزي most English have frugatives the most common هذه موكولش مهمة زين هسا أول سؤال عدنا تعريف الفريقاتيفس مهم ثاني شغلة عدنا من هي أصوات الفريقاتيفس هال هي مثل ما تشوفها قدامك feve, fe, the, sa, ze, she, j, he هذه أصوات الفريقاتيفس أصوات الفريقاتيفس اللي هي الأصوات الاحتكاكية بالمرحلة الأولى كان يسمون هنا friction هي نفسنا فريقاتيفس أو نقدر نقول علي هنا friction نفسنا ذنى الأصوات الاحتكاكية الأصوات التي يخرج الصوت ويكون هناك اهتزاز على سبيل المثال fe, ve فجرب انت هسا حاليا إذا تجرب راح تنطق أصوات بشكل اهتزازي هذا انتهينا من تعريفهم أكو ميزة أخرى إلى أصوات الفريقاتيفس هسا أصوات الفريقاتيفس أول ميزة بيهم هي أنه المجرى يكون ضيق ما نريد ننطق هذا الصوت الميزة الثانية أنه أصوات الفريقاتيفس ستكون أصوات استمرارية أو مستمرة شن يعني مستمرة مستمرة يعني أن which means that you can continue making them without interruption as long as you have enough air in the lungs معناه الأصوات الاستمرارية وهي نوع من الأصوات التي يمكنك الاستمرار بنطق هذا الصوت طالما يوجد هناك هواء في الرأتين مثلا هسا نقدر نقول شه شه سه تقدر تقول تستمر بنطق هذا الصوت بينما الته ما تقدر تستمر بنطقه لأنه من الأصوات التوقفية كذلك الكه ما تقدر الره هم ما تقدر إذن هذا الصوت ممكن تستمر بنطقه طالما كان عندك هواء في الرأتين هذه ميزة أخرى وهنا عدنا تعريف الأصوات المستمرة وأيضا تعريف ممكن يجيك واحد وممكن يجيك تعريف الفريقاتيف بشكل عام ولا تنسي يعني ممكن يجيك مثلا اختيارات صح خطأ يعني مثلا يقول لك مثلا خلينا نقول مثلا الفا فا مثلا أو يجيب لك يقول لك كونتينيونت يعني أصوت مستمر الفا لو لقى انت أكيد راح تقول لها الفا تعريف عندنا آخر اللي هو الفريقاتيف الفريقاتيف يعني هي كونتينت يعني لها اسم آخر يسمونها كونتينتين يعني الأصوات الصحيحة المعقدة هذا تعريف كلش مهم يعني هواي هواي يجيب الامتحانات شو اللي معناه معناها الأصوات التي تبدأ تبدأ كأصوات انفجارية وتنتهي كأصوات احتكاكية البلوسة يعني انفجارية أو ستوب هسا ويايا ما ريد تصير هوسة خلي عيد الفكرة بشكل آخر بترتيب بس أريدك تركز ويايا احنا ا chickنا احنا محن وقلن وقلنا بهم ميزة انهم مستمرين لو لا انتهينا هسا راح نجي على ميزة أخرى قريبة على وهي 。 هس احنا لحد الآن ما أخذنا تعريف آخذنا بس إن هي عبارة عن ميزة بيها أو اسم آخر لها هي تعريفها هي الأصوات التي تبدأ كأصوات توقفية أو أصوات انفجارية توقفية و انفجارية نفس الشي تبدأ ك وتنتهي كأصوات احتكاكية يعني ببداية نطق الصوت هو توقفي وبنهايته احتكاكي يعني دمج ما بين التوقفي والاحتكاكي هذا هو المقصود بالأفريكايتس زين عيني زين من أما هذه الأصوات اللي هم والتش والج تش تبدأ كأصوات توقفية وتنتهي كأصوات احتكاكية خلصنا من ثاني فقرة من هذا الموضوع طبعا هواي راح تجيني أسئلة أستاذ محمد ليش ما تسوي ملزمة على هذا الشابتر مثل الخمسة اللي سويت عليه حقيقة الأول خمسة سويت عليه الشابتر وليش ما سويت على هذا الشابتر يعني ملزمة حقيقة هذا الشابتر ما يحتاج ملزمة نقرأه بالكتاب وأشرلكم الأشياء المهمة وخلص الأول خمس شابترات لأن هنا أساس ولأن بالكتاب الشرح مواضح مبعثر فأني سويت ملزمة كأساس أما حاليا فإحنا ندرس الكتاب لأن الكتاب أغلب الجامعات تدرس عليه ثواء حتى الداخل أو خارج العراق فلذلك أنا حبيت ندرس على الكتاب حصرا وإذا أكون ملحوظة أو أكون معلومة زايدة دا أكتبها لكم وأنتو تقدرون ندونونها بالكتاب لا تكتبون بالدفتر أنا نصيحتي لكم ما تكتبون بالدفتر لأن الدفتر راح يضيع وتجد تدور به بالامتحانات فإنت بدل هذه أجي أنا أكتبهم بالكتاب وأدونها وأشر عليها وكذا حتى الامتحان أجي ألقاها جائزة هس إحنا راح ننتقل إلى ثالث مصطلح مهم أو ثالث فقرة مهمة اللي هي الهوموغرونيك هومو هومو هومورغونيك هومورغونيك عفوا الهومورغونيك شنو معنى؟ هذا التعريف مقالته It refers to sounds that are produced by the same articulator الهوموغرونيك أو هومورغونيك عفوا هومورغونيك هومورغونيك معنى هو الصوت الذي يخرج من نفس شكل الكلام من نفس عضو النطق ما افتهمت خليك ويايا وراح أفهمك قبل لا أشرح لك هذا التعريف أكتب عمك بالكتاب واكتب ترجم عمالته وهس راح أوصل لك الفكرة خلي ننتقل إلى شكل أو رسم مهم هذا موجود بكل مكان هذا الرسم ركزي أمي هذا الشكل خلي نجي راح نعطيكم مثال الت والد ت د هذا هذا هو هذا مكان هذا اللساني هذا طبعا مثل ما تشوفون حضراتكم هنا هذا فوق اللسان الت والد ت د اللسان راح يلامس هاي المنطقة عنده نطق صوت الت والد ايه هنا هاي المنطقة ت والد سؤالي هل أن الصوتين الت والد نفس المكان يعني يخرج هذا الصوت من نفس المكان أم لا إذا ايه نعم هو هذا يسموني هومارغونيك هومارغونيك معناها الصوت يخرج من نفس المكان هو هذا معناه هومارغونيك راح نطيك مثال آخر نجعلها صوتين الف والذ طبعا صوتين الف والذ الف التقوي هسنت الف الأسنان العلوية الأسنان العلوية هاي الأسنان العلوية تلامس الشفاة السفلية صح لو لا ف ف ف تلامس الأسنان السفلية الشفاة السفلية ف قول ف وف هل أن الصوتين يخرجون من نفس المكان اثنينهم من نفس الطريقة هذا هو يسمونه هومارغونيك زين زين أنطيك مثال ما يتبع الهومارغونيك يعني ذني مو هومارغونيك اللي راح أنطيك ياهن أنا هسه مو هومارغونيك اللي هم ركزوا ياه خليك وياه خليك وياه خليك وياه خليك وياه خليك وياه زين راح أنطيك الر و ال ب طبعا الر هذا اللسان يلامس سقف الحلقة هذا اللي هنا ر إذن هنا راح يكون أكو اتصال هذا اللسان راح يكون ر الشفاه تلامس بعضها بعض هنا راح يكون أكو اتباط إذن ما أكو شبه ما بين الر وال ب وهذه الأصوات ليست هومارغونيك لذلك ما راح نعتبر هذه الأصوات هومارغونيك زين هذا بالنسبة للهامرغونيك أعتقد صار واضح شرحته كلش واضح ومرتب إن شاء الله وتستاهلون أنتو وهنا لازم أقول لكم شغلة مهمة إنه هنا لازم ننتقل إلى الملزمة اللي أخذناها مالة المكان النطق بالشارتر الخامس والرابع درسنا المكان النطق هذا الجدول لازم تحفظه اللي هي وشنة تعريف الليبي دنتل شنة تعريف الدنتل شنة تعريف الألفلر شنة تعريف البوست ألفلر شنة تعريف القلوتل وكل صوت ومميزاته هذا لازم تحفظونه ولازم تعرف شنة أصوات الليبي دنتل شنة أصوات الدنتل شنة أصوات الألفلر تسهيلا لكم هذا الجدول موجود بالكتاب هذا الابلوسيف هذا طبعا هو موجود بشكل مغاير يعني ما اقدر اقلب لان هذا الكتاب انا فاطحة فانت هذا الكتاب بهذا الكتاب بس خلي شوفوا لكم اياه صفحة هاي صفحة 53 يعني هذا 52 صفحة 52 هذا تحفظ الجدول تحفظ الحفظ يعني راح يجي مثلا يجيب لك الك والر يقول لك هذا هامرقونك لان ذول مو نفس المكان مالتها تختلف اذا اللي فوق راح نسميه هذا وهذا وهذا هو المنر اللي هي طريقة النطق هسا حاليا نحن قاعد نتحدث بالابريغاتيفس والابريغيتس زي يعني البلوسيف اللي اخذناها بالشابتر اللي قبله اخذناها بالشابتر الخامس اخذنا البلوسيف والحالات النطق مالتين والى اخره وهنا دان نتحدث عن الابريغيتس والابريغيتس والابريغيتس وانا تحدث عن النيزل ثم الليترال دان نمشي بالسارة ودان ناخذ الابريغيتس فهذا الجدول ينحفظ حفظه هو واصواته تخططه تخطيط وتحفظه لانه واي 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 مهم واي راح تحتاجه انت احفظه وانا راح افهمك بالدروس الجاية وشلون راح تستفاد من عندك هسا هنا يعني انت راح تسأل نفسك تقولي استاذ محمد او تسألني انا تقول استاذ يعني انا الاستاذ الجامعة هو ايدا يشرح لنا بالصف يعبل لحب المحاضرة يشرحه واي حاجة ما قاعد افتهمه طبعا هذا الشي ليش لان هذه الاشياء بهذا الفصل احنا كليتها ماخذينها وين ماخذينها بالشابتر اللي قبله وبالجدول اللي يطتكم ايا انا فهذه الاشياء كلها تقرونها اذا قريتهم الجدول واذا قريتهم التعاريف يشنو التعريف اللي بدنتر واحنا ما اخذينه دنتر واحنا ما اخذينهن زين ذني كلهن احنا ما اخذين فذني كلهن لا تقراهن هنا اقراهن بالمزمة اللي انطيتكم اياها باول شابترات زين يعني فهذا الفصل هس هذا كليته ما يحتاج تقراهن ذني كلهن ما يحتاج تقراهن ما بيهن اي شيء زين يعني هذا كليته الموضع كليته احنا ما اخذينهن تعريف الاثريكيتس احنا اخذناه قبل شوية ما عدنا فتشي بالنسبة للفورتس كونسننت اللي هي الاصوات القوية احنا بس تجي تعرف لي تعريف للاصوات القوية ولا اكثر ولا اقل واكو ملاحظة هم شوية مهمة راح نعطيكم اياها هسه ان شاء الله هنا طلاب عدنا الفتشي اسمه الفورتس كونسننت عدنا الملاحظة بخصوص الفورتس كونسننت ان اصوات الكونسننت has the effect of shortness شين يعني shortness خلا وضح لك الفكرة بعد اكثر شوف عيني اصوات القوية الاصوات القوية اصوات الفورتس كونسننت لها تأثير على اصوات العلة ش تسوي الاصوات العلة تخليهم قصيرات they make the vowel short or more shortness يعني خلي اطيك مثال اخر الاصوات القوية ش تسوي الاصوات العلة تسويها قصيرة يعني انا لو جئت الى كلمة مثلا كلمة ميت كلمة ميت الآن صو يعني كلمة ميت عندنا صوت علة اللي هو صوت الاي صوت التي خلى صوت الاي طويل العافو خلى او انطيكم مثال اخر يعني شويها الفكرة انا ما راح توضح لكم خلي انطيكم مثال اخر حتى توضح الصور ابعد اكثر هسا خلنا عيد الملاحظة الاصوات القوية تخلي اصوات العلة قصيرة هسا عندي صوت الاس صوت الاس وعندي صوت الز صوت الرايس والرايز هنا طبعا الفرق ما بين الس و الز انه صوت قوي وصوت ضعيف احنا نلاحظ انه اكو اختلاف بالطول رايس تختلف عن الرايز صوت الاي هو يجوز يعني مختلاف كبير اختلاف قليل يعني احتواله ما تحس بي يعني بس لا هو اكو اختلاف يعني اكو اختلاف ما بين الرايس ورايس السبب شنوه السبب انه اصوات القوية يعني يعني تخلي صوت العلة اللي يجي قبلها اقصر هذا اصوات العلة القوية كتب هيما اكملاحظة اصوات العلة القوية تجعل اصوات العلة اقصر واصوات العلة الضعيفة تخلي اسوات العلة اقوى يعني بالعكس القوي صوت العلة القوي يخلي الصوت ضعيف والصوت الضعيف يخلي صوت العلة قوي كتبها يماكم بلاحظة وراح تفهمها ان شاء الله اي شوية يعني بيها بيها صعوبة وما بيها بس عيد الفيديو مرتين ثلاثة راح تفهم وانا بالنسبة لأسئلة الفصل ما اعتقد بها شي هاي هنا ترانسكريبشن يسوي رسم صوتي لا اكثر ولا اقل بس هذا الفصل ترا هو يرتبط بالفصول السابقة فاذا انت مقاري المادة قبل فنصيحة الحضرتك ترجع تقرأ المادة وتشوف هذا الفيديو مرتين ثلاثة مرات صدقني راح تستفاد وهو راح تفهمها بس يحتاج شوية مراجعة وتقرأ على كيفك ولا يعني تابع الفيديو اول باول صدقني راح تستفاد من عنده ويتمنى لكم ان شاء الله الموفقية يا ربي اي سؤال او استفسار انا حاضر تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته